أعربت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب والجلال الملك محمد السادس نصره الله لجنة القدس التابعة لمنظمة تعاون الإسلام عن استنكارها الشديد وشجبها لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من طرف بعض المتطرفين واتباعهم وقيامهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته وأذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية وتعاون الأفريق والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تؤكد رفضها لأي إجراءات تقوض الوضع القانوني والتاريخ لمدينة القدس مقدساتها بما فيها المسجد الأقصى المبارك أو فرض أي قيود على دخول المصلين إليه مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعه الحضاري والإسلامي وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز وتجدد المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلال رئيس لجنة القدس التأكيدة على أن إحلال السلام العادل والشامل وترصيخ الاستقرار المستدام بالمنطقة يبقى رهينا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر